الدوشة اللي شغالة في المكتب على مصر كله نعم يا جماعة انتم ليه مش عايزين تطلعها القانون اتصاروا على مخالفات البناء نعم ليه؟ ايه الموضوع؟ آآ مساء الخير له مساء الفل وهو يعني كل التحية والتقدير للسيادة كل أسرة البرنامج احنا في الأجازة البرلمانية الحياة بتبقى مساحة جيدة جدا ان احنا أولا نخلص تقاريرنا في اللجنة اللي اشتغلنا فيها تولي لدور الانعقاد ثانيا اه اذا كان في مساحة من الدراسة والبحث اللي ببقى عندنا وقت ان احنا يعني على المستوى الشخصي ندرس ثم نستطلع بعض الايه الاراض الحقيقة انا اسمح لي ان انا ارصد لك ملاحظتين في الشهر اللي فاتوا دول كمواطن بعيد عن ان انا كن نابع اولا الملاحظة الاولى هو هو هوس السوشيال ميديا بمعنى هوس السوشيال ميديا آآ ليه بموصف انه هوس؟ لان في حراق مبني على الحقيقة اه وقائع بعضها عاطفي وبعضها موجه وبعضها مختلط فيما يخص شأن الحياة المصرية برميدا وخش معاك فيها موضوع الترخيص ده اخد برحاك وموضوع التصارع احنا بدنا اسبوعين انت ستكلمتيني وزملة كلموني هو الترخيص تفتحت اه تاني الترخيص انا يمكن قلت لحضرتك الترخيص لم تتوقف لم تكن متوقفة وبالفعل الرخص في مصر مش متوقفة هو اللي حصل ايه انه هما عملوا لها امرين اشتراطات واجراءات على مستوى المدن والمراكز ومحافظات اما القرى فهي كما هي المجتمعات العمرانية كما هي طب ليه الحكومة والدولة المصرية عملت الاشتراطات والاجراءات واحنا كان لنا رأي فيها وقلناها في برنامجك من سنتين وقلناها في غرف المغلقة وقلناها في الجلسات العلنية وبنقرروا لكن هما ليه عملوها وطالما لنا رأي مغاير شوية قلناها طب احنا ليه برضو يعني حضنين المسألة شوية هما عملوها لان انت حضرتك ورست عدد وكثافة سكانية بتوزيحها اللي انت ورسته ده لا يمكن باي حال ان تنمو هذه الدولة نموا طبيعية بعد الان وصلنا لمرحلة الانسداد تقول لي اللي الدرجاتي يقول لك قال الدرجاتي بص على اسكندرية اسكندرنية زعلانية يقول لك ما فيش مرور يقول لك ما في الدنيا وقفة في الشوارع طبيعية الكورنيش برسعيد بص على مدينة زي اي عاصمة من العواصم واخد بحاجة بنا روح حضرتك عندكم في الصعيد اللي احنا بنقول الصعيد اخاف بقى في زحمة في المدن عواصم المحافظات تلاقي في ايضا زحمة طب الزحمة دي هي زحمة مرورية ولا وخلاص ونقطة ولا المسألة اعمق واكثر اتساعا من هذا البعد لا هي اكثر اتساعا لانها مرتبطة بالثقافة والخدمات ومعدة الاقتصاد في مبلغ الانفاق اللي انا هنفكه كدولة على المرفق وهيعود لي ازاي عشان اقدر اعمل التوسع عشان كده الدولة الحالية كانت جدة الى اقصى درجة ولا تعطي للبعد الشعبوي او القرارات الشعبوية وقلنا الكلام ده قبل كده يعني الاعتبار الاولي وقالت انا هشتغل بضمير المسئولية لابد ان انا اوقف احد شوية من الارتفاعات افرم الحبتين من الموضوع بتاع الكثافة السكانية على نفس الركعة الزراعية فلازم ابدأ اعمل محاور وطرق توصمني المدن توصمني المناطق التنموية طيب ده مطلب يردي الشعب الحقيقة لا يعني انت فاهمني لما تيجي يعني تتوازن ما بين الصواب وما بين الرضا الشعبي هتجد ان الدولة حكومة وبرلمان انتهجت سياسة في ان هي تروح نحو حل المشكلة بشكل جزري ان انا لازم اخرج برة المناطق اللي الناس سكنة فوق بعض فتتولى الثقافات الحقيقة فيها عوار تتولت سلوكيات فيها مشاكل ثم البعد التنموي اصبح منعدم سعين فابدأ اعمل المدن ابدأ اعمل الكرة الجديدة ابدأ اعمل الدلتة الجديدة طب عشان الحيطة دي تعمر عايزها لها طرق ومحاور طب انا معايا فقد نقدي انا كمصر وارث فاق النقدي وارد ان انا اولد فاق النقدي بالمكونات اللي موجودة عندي الاجابة لأ فبضطر ان انا اروح استلف جبرا ليه عشان بكرة تمام النقطة دي محتاجة الحقيقة مع الناس حوار كبير جدا قالك طيب فالاشتراطات اربعة دوار على اقصى عرض اتناشر مجنبها عمارة عشرين دول ده القديمة وهيئة المجتمعات اطلع اعمل فيها وفقا للنظم بتاعتها والاجراءات يعني عشان المحليات بايزة فاحنا هندخل مكون الجامعة احنا كان لنا بقى رأيه شوف رغم ان انا المقدمة اللي انا قلتها لحضرتك دي ده تشخيص ده مش رأيه ده تشخيص الحالة المصرية وانا قلت له الدكتور دي يا رشوان في الحوار قلت له يا ريت ويا ريت حد يكون سمعني من صنع القرار احنا محتاجين مصطفى بيه وانا قلتها في برنامجك قبل كده من حوالي سنة وعند الستاذة نميس الحديدي قررتها احنا محتاجين حوار وطني حول منظومة العمراء ليه لان الحالة الحالية ما بين اتخاذ الحكومة قرارها وهو قرار صائب وما بين مطالب الشعب وهو مطلق شرعي احنا في شد وجذب واخد بار حياتك الحكومة عايزة تاخد القرار صائب ومتخذات والشعب عنده تلات امور الاحتياج ثم الثقافة هو ما تعودش على غير ان هو عايز يسكن يبني الواد كبر عايز عاليله حيوديه فين حيوديه فين واخد بار حياتك ثم الحقيقة النقطة التالتة هي عملية اللي عند الشعب الحقيقة هي عملية ان هو مش قادر اللي هو الوعي مش قادر يستوعب خطورة الموضوع فمحتاج الحكومة كلها توجد الحالة ويشارك فيها النواب وشارك فيها الاعلام حالة حقيقية نحن نحاول نقنعن ليه؟ عشان ما يقومنيش طيب ما هو ليه حاجته وليه مطلبه ليه مطلبه وانا قلت لحضرتك تلات حاجات هو احتياجه الشرعي بس انا بقول ايه هو ما انا مش عايزه يقومني شوفه وليسياتك لا يمكن بأي حمل احوال وسياتك كاتب كبير وباحث كبير لا يمكن في التاريخ ارينا ان حكومة استطاعت ان تقاوم شعب يعني الشعوب في النهاية مطالبة احنا احنا كحكومة وبرلمانيين احنا جايين عشان نخدم الشعب عشان نخدم على الشعب فبالتبعية لابده ان هو هو يمثل القطاع العريض يبقى مقتنع يبقى مقتنع بالفعل طب لو ما اقتنعش ابدأ اخده تدريجيا الابيله احتياجه وامشي انا في المصاري الايه الصحيح احنا في الفترة اللي فاتت تكلمنا كتير مع الناس كلها وسياتك بصفتك نائب حضرت جلسات وشفت قد ايه انا اتكلمت مع الوزراء وبشكله مباشر صحيح اللي حياكو التحريص على المشاركة وبحييه عليها الحقيقة وشفنا مخرجات الحوار الوطني شكلها عامل ازاي احنا محتاجين في منظومة العمران حوار على هذا المنوال بنطالب الحكومة فيه اولا سرعة انهاء مسألة اولا اتفق على الفلسفة يعني احنا دلوقتي اخوانا التشخيص اللي انا قلته ده يا حكومة نعم انت كده موافق عليه ولا عايزة تزويدي فيه حتة ولا تنقصي منه جزء حصل حوار قبل كده وانت شاركت فيه اه بس كان حواء طبعا كان برلمان وحكومة جهية جاية متمسكة برؤيتها الى اقصى درجة واحنا كنواب بشكل عام النواب بشكل عام بينقلوا نبض الشعب واحنا كرؤساء لجان اصحاب اختصاص بنوازن مباينة مطلب النائب بصفة وما فينا نشاب وما بين رؤية الحكومة بصفة صاحبة المسئولية وصاحبة ضمير الوطني التنفيذي في اتخاذ القرار الصائد فقلنا لهم يا اخوانا وجود الاشتراطات بشكل مفاجئ دون ان يكون هناك فترة انتقالية يعمل مشكلة يا اخوانا القرى هنعمل فيها ايه يعني الكلام اللي احنا قلناه في الحلقات اللي فاتت فانا اعتقد ان الان اصبحت البيئة مهيئة ان احنا يجب ان تتواجد الحالة الصحية فهذا الملف ما بين اطراف المعدلة او يعني اصحاب القرار في هذه المعدلة